هل سمعتوا قبل كده عن قرية ما فيهاش اي راجل وكلها سيدات وبنات؟ ممكن ده ما يكونش طبيعي او ما حد شافوا قبل كده لكن ده موجود فعلا في قرية في وسط سحراء كينيا القرية دي اسمها أموجة ما فيهاش غير نساء بس وممنوع الرجال يعيشوا فيها لها قصة عجيبة جدا كانت بدايتها قبل 30 سنة من دلوقتي أموجة معناها الوحدة باللغة السوحيلة في كينيا واتبنت القرية دي على ايد ربيكا لولوسولي اللي بقت مكان آمن للنساء والفتيات اللي خدوا قرار الهروب من حياة العنف اللي بيعيشوا فيها في قرية تانية اسمها سنبورو اللي موجودة في شمال كينيا السيدة ربيكا كانت عايشة في قرية سنبورو الكينية والنهار ده بقت حاكم لقرية النساء وقررها بالتخلي عن قبلتها الأصلية وانشاء قرية للنساء كان سببه العنف اللي عاشته خلال فترة طفولتها واكتشفها ان ممارسات كتير لأهالي قبيلة السنبورو موسيقى للنساء وده من خلال محاربة الممارسات دي سنة 1990 من خلال الهجرة النسائية وبناء قرية جديدة مع 16 سيدة تانية بهدف حماية الأرامل والأيتام وضحايا الاختصاب كمان دعت لمنع ختان الإناث والزواج القصري وبعد سنين طويلة من المحاولات والفشل القرية دي أصبحت مستقرة ومنتجة بعد ما كانت مكان مهجور لدرجة انها أصبحت مكتفية ذاتيا النساء فيها احترفت صناعة المجوهرات وحولوا القرية لمنطقة جذب السياحي وعملوا مركز صحي ومدرسة علشان يعلموا الأطفال اللي انتقلوا للعيش معاهم والرجال ممنوعين من الحياة في القرية لكن ممكن يزوروها حسب شروط النساء رغم ده القرية اتعرضت لمحاولات كتيرة من الرجال لإفشلها كان منها قيام 30 راجل بالهجوم على القرية وضرب النساء قدام السياح الذائرين بسبب أنهم ما كانوش اتملكوا الأرض وده خل السيدات يقرروا يشتروا الأرض ويتملكوها علشان محدش يقدر يعتدي عليهم ريبيكا مؤسسة القرية خادت جائزة القيادة العالمية من وهي منظمة غير هدفة للربح ومقرها واشنطن بدأ دعم القيادة والمشاركة السياسية للنساء وحقوق الإنسان وقالت في مقاطع فيديو منتشر لها أن الرجال بيغيروا من إنجازات قرية النساء المستمر لكن النساء القرية بيوجهه ده بالنجاح